يعني دراتي مشاهدين الساعة 8 ودهما عدنا مع موجز لأهم الأنباء الثامنة صباحاً مع لمياء حمدين تفضل إلى شكراً لك أحمد الثامنة صباحاً بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تتابع باهتمام من تطورات الأوضاع في المنطقة وعلى الساحة الفلسطينية مشدداً على أن التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تنال أمن واستقرار المنطقة وفي تصريحات له قال الرئيس السيسي أن مصر تكثف اتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية حقناً لدماء الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين من الجانبين الفلسطينية والإسرائيلية وأضف أن مصر تؤكد أن السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني وأن مصر لا تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وأعرب الرئيس السيسي عن أمل مصر في التوصل لحل وتسوية القضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات التي تفضي إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية مشددا على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى وشدد الرئيس السيسي على أن أمن مصر القومي مسؤولياته الأولى وقال إنه لا تهون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف طلق الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر للتباحث حول آخر مستجدات التصعيد العسكري على الساحة الفلسطينية السرائيلية وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه تم استعراض الاتصالات المكثفة الجارية مع مختلف الأطراف المعنية وذلك للحث على خفض التصعيد وتحقيق التهديئة حقنا للدماء وحماية للمدنيين الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية كبيرة نتيجة استمرار العمليات العسكرية كما شهد الاتصال تأكيد ضرورة الدفع بقوة في اتجاه تحقيق السلام العادل في المنطقة استنادا إلى حل الدولتين ووفقا لمرجعيات الشرعية الدولية استشهد أربعة مواطنين فلسطينيين على الأقل إثرى غارة إسرائيلية استهدفت أحد المنازل في خان يونس بقطاع غزة إلى ذلك أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر والشامل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى تسعمائة واثنين وعشرين شهيدا فيما وصل عدد الجرحة إلى نحو أربعة ألاف وستمائة وخمسين جريحا أدن مجلس أمناء الحوار الوطني العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني محذرا من المساس بأمن مصر القومية وسيادتها الكاملة على كل شبر من أراضيها وشدد مجلس أمناء الحوار الوطني على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بصوره كافة وأكد على دعمه لكل الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة على جميع المستويات دعيا الشعب بكل قواه السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية لدعم الشعب الفلسطيني بكل السبل القانونية منددا بمنع جيش الاحتلال كل موارد وأساسيات الحياة عن أبناء غزة بما يهدد بتدهور شامل وخطير لأوضاع الإنسانية وصحية استمرارنا لجهود جمعيات الهلال الأحمر المصري في أوقات الأزمات والكوارث انطلقت إلى معبر رفح البرية قافلة إغاثية إنسانية لتكون على أهبة الإسعداد لاستقبال الحالة الحارجة التي قد تستدى نقلها عبر الحدود المصرية فضلا عن تقديم الدعم النفسي وخدمة الإسعافات الأولية النفسية للعبيرين من قطاع غزة كما حاملت القافلة مساعدات أولية مقدمة من الهلال الأحمر المصري تشمل مستلزمات طبية يأتي ذلك فيما يتم تجهيز دفعة ثانية من المساعدات تشتمل على الاحتياجات الضرورية وفق الأولويات التي تتطلبها الأحداث استقبالت الحملة الرسمية للمرشح الرئيسي عبد الفتاح السيسي وفدا من عدد من الكينات الشبابية وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئيسي عبد الفتاح السيسي ومستشاريها القانونية والذي أكد للكينات الشبابية أهمية دور الشباب في الاستحقاق الدستوري القادم لافتا إلى أن الشباب كتلة تصوطية كبيرة لها أثرها كما أشار إلى أن دور الكيانات الشبابية مهم وحيوي في توعية المواطنين بشأن المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية القادمة بدأت أول دفعة من الجنود الفرنسيين المنتشرين في نيجر مغادرة البلاد إلى تشهد في قافلة برية تحت حراسة قوة محلية ويأتي ذلك في إطار انسحاب فرضته المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في النيجر والتي كانت قد سارعت لإصدار قرار يطلب من القوات الفرنسية الانسحاب وهو ما استجاب له الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في نهاية سبتمبر الماضي بعد طول رفض رياضيا وصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تدريباته بدولة الإمارات العربية المتحدة استعدادا لودياتي زنبيا والجزائر يومي الخميس والاثنين المقبلين ضمن قطة الإعداد لبطولة أمم إفريقيا المقبلة وتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ومن المقرر أن يبدأ منتخب الفراعين مشواره إلى مونديال 2026 بمواجهة منتخب جيبوتي يوم الثالث عشر من نوفمبر المقبل ثم منتخب سيرليون يوم الثامن عشر من ذات الشهر في إطار الجولة الثانية من التصفيات مشاهدين انتهى موجهة الثامنة ونعود لاستكمال البقي فقرة صباح الخير يا مصر بعد الفاصل